السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم اخر فيديو لبراجعة العملي للفرقة الثالثة. نبدأ مع بعض. نفس الكلام برضو بفكر. اول حاجة في البروتوزوة النهاردة هي الامتميبة بستولوتيكا سيست. سلايد مش مسبوغة. فيها سيست مدور. وبلاقي فيه من واحد لاربعة نيوكليل. النيوكليلس بتاعته بتبقى كاركترستيك ان هي عاملة زي العجلة الكاليوسوم السنترل وحواليها كليل. السلايد التانية هي سلايد جيارديا لامبليا سيست. الجيارديا لامبليا السلايد لونها اخضر انتوا غالباً بتعرفوها باللون يعني. والحاجة التانية الكاركترستيك بقى فيها منظر السيست. السيست بتاعها بيبقى أوفل. بيبقى ليه اربع نيوكليل تحت بعض. ممكن اشوف بس اتنين والتانيين يبقوا ايه? عليهم زي اللي هو مقلوب ده. ودي بتاعها في النقطة. دلوقتي بقى عندنا كمان سلايد خضرة. ما بقيتش الجيارديا لوحدها. هي الكريبتو سبوريديام او او سيست. هناك كنت بجوف الايه? السيست بتاع الجيارديا هو اللي اخضر. لكن دي حلاء اللي سلايد خضرة. وفيها دواير لونها احمر بتبقى صغيرة. قدي نيوكليلس كده بتاعة الانتاميبة اللي احنا قلناها في الاول. دي بتبقى الاو سيست بتاعة الكريبتو سكوريديا. في بقى التوكسبلازما جوندياو التروفوزويد. التروفوزويد بتاعها بتبقى حاجة كريسنت كريسنت كده. وليها ايه? نيوكليلس كبيرة وغمقة في النص. شايف انت اي فلاجيلة مطالع? لأ. يبقى انا لقيت كريسنت من غير فلاجيلة. يبقى ده على طول توكسبلازما جوندياو توفوزويد. ممكن بقى انا اشوف الحاجة اللي زي كريسنت اللي لومها بنفسيجي برضو. وبس طالع منها فلاجيلة. دي تبقى لشمانيا برو ماستيجوت. لشمانيا برو ماستيجوت. الكام سلايد اللي جايين هنقول بقى حاجات كلها في بلاد فيلم. وانا بقول دايما شوية ملاحظات كده. وانسى بانت لقيت بلاد فيلم دور الاول بين الاربسيز وبعضها. لو لقينا حاجة خلاص ما كانش بست جوه الاربسيز. لو بصينا جوه الاربسيز ده ما احنا شايفين كده. ولقيت حاجات عاملة زي الخواتم. خاتم اهو. اجي زي دبلة الخاتم كده لونها بنفسيجي. والفص بتاع الخاتم غامل. هنا طالما لقيت اربسيز فيها اكتر من واحد او ان الخاتم الواحد ليه اكتر من فص كده يعني يبقى ده بلازموديان فالسيبارم رينج ستيج. في حاجات بتبقى زي البلازموديان. حاجات اتنات برضو. مش واحدة ولا حاجة. بس حنلاقيهم ليهم ايه? شكل عامل زي زي الفيون كان. او مسكين مع بعض ايه? بتاعتهم. يبقى انا بلاقي اربسيز. مفيش حاجة بينها. هنبص جوه الاربسيز. بلاقي حاجات كده. ومسكين مع بعض بالتبس. بتاعتهم دي على طول سلايد مبيزيز. طيب الاربسيز جواها سليم لكن في حاجات بين الاربسيز. حاجات كده برضو. اه سبيندل شيب. ويه تطالع منها. خلاص دي تريفانوسومة على طول. هشوف اني نوع من التريفانوسومة اللي احنا خدناها. لقيت بين الاربسيز. اشكال كتيرة منها. مرة طويلة. مرة سيارة. مرة كيرفت. مرة واخد شكل حرف سي. يبقى دي اشكال كتير. احنا بقول عليها ايه? بوليمورفك. يبقى دي البوليمورفك تريفانوسومة. لو انا لقيت بقى. بيبقى سكانتي في الفيل. وهي واخد شكل واحد. كلهم يا اما حرف سي. يا اما حرف اس. ونلاقي الايه? الكروماتين اللي في الطرف ده كبير شوية. يبقى دي المونومورفك تريفانوسومة او التريفانوسومة كروزي. كده تكون خلصنا. اه محضرات المراجعة. اه اتمنى اني ربنا ينفعكم بها ان شاء الله. ولا تنسونا من صالح دعائكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.